اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين أن ألتقيكم في علاقة جديدة ببرنامجكم 10 سكايب حديث عراقي لعل من صور الكارثة التي حصلت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن أو من أوجهها هي المخدرات العراق مثلما يعرف الجميع كان بلداً واحد من البلدان القليلة في العالم الخالي أو النظيف من المخدرات شعبه لا يتعاطى المخدرات لا يتعمل فيها لا يتاجر بها لا يتعاطاها وكان هناك يعني قوانين دقيقة وصارمة تمنع هذا الموضوع بعد 2003 صار العراق بؤر المخدرات لم يعد فقط طريقاً لنقل المخدرات لكن صار متاجراً بها صار موزع لها صار مركز من مراكزها صارت هناك مزاع تزرع المخدرات بريعات الميليشيات والعصابات وتصدرها لخارج وهذه كارثة كبيرة آخر الاعترافات اللي نتحدث عنها وربما هذا اللي جعلنا نتحدث عن المخدرات لأننا نتحدث في هذا الموضوع كثيراً وصلنا نتحدث به كثيراً لأنه آفة كبيرة جداً جداً ربما يعني تساوي الإرهاب الذي يعصف بالعراق جزء من الأرهاب العراقيين هذه ما جعلنا نتحدث في هذا الموضوع هي اعترافات ظهرت في وسائل الإعلام بعض تجار المخدرات الصغار هؤلاء الذين يوزعون المخدرات مهاد مخدرة أكدوا وتورط ضباط ومنتسبين بعمليات نقل وترويج المخدرات في العراق وهذه حقيقة واقعة لا يمكن نقرانها وإلا كيف تدخل المخدرات إلى العراق بهذه الكميات مئات الآلاف من الأطمان ويصبح العراق مركزاً لتجارة المخدرات كيف؟ إن لم تكن هناك قوى أمنية قوى عسكرية تساعد على هذا إن لم تكن المنافذ الحدودية التي بيد الميليشيات وغيرها تساعد على دخول المواد المخدرة وأغلبها طبعاً أكثر من 97% منها تأتي من إيران من الجارة إيران الجارة المسلمة إيران تدخل هذه المخدرات وذا بها الآن كل الإحصائيات تتحدث إلى نسبة الشباب الذين تعاطنوا المخدرات في العراق تزيد عن 48% من الشباب من أعمار بين 15 إلى 35 وأكثر الأعمار الذين يراجعون من المتعاطين هي بين الـ 17 والـ 25 سنة فهذه كارثة كبيرة هؤلاء مستقبل العراق نعم في العراق العراق رحم العراق ولوت هو خزان من الشباب بلد شبابه والعراق وهؤلاء الذين خرجوا في ثوراتهم هؤلاء أيضاً من الشباب لكن في نفس الوقت هناك شباب يحتاجهم الوطن يقتلون بالمخدرات هذه وحد أسبابها البطالة العطالة اليأس سوء الحياة سوء فرص الحياة انغلاق الحياة أمامهم يذهب إلى الانتحارات عملات الانتحارات الانتحار بشكل كبير جداً جداً يذهب إلى الانتحار ويذهب إلى المخدرات ويذهب إلى تجارتها ويذهب إلى طرق سيئة مجتمع منفلت مجتمع الفقر وسوء الظروف الحياة كل هذه تدفع باتجاه عدم وجود قوانين عدم وجود سلطة عدم وجود رعاية كل هذا أمن مفقود كل هذا يدعو إلى أو يساعد على انتشار المخدرات انتشرت يعني خاصة في الأوساط الفقيرة في أوساط البطالة كلما ظهر الفقر وانتشرت البطالة وتوسعت مساحتها كلما ظهرت المخدرات فيها هذه كالثة كبيرة الحقيقة الانفلات الأمني جزء من هذه القضية قوى الدولة هذه جهودها لا تتناسب مع حجم الانتشار الكبير للمخدرات يتحدثون عن محاولات للقبض على بعض الصغار من يوزعون المخدرات لكن الرؤوس الكبيرة من أين جاءوا المتورطين في هذه التجارة لا أحد يلاحكم لأن ذول مرتبطين بقوى سياسية وقوى ميليشياوية تحكم العراق لا يستطيعون التحرش بها فبالتالي هذه جهات سياسية نافذة وميليشياات مسلحة لاحد يستطيع أن يسألها والقضية ذلك خيط هذه القضية يضيع ومساحة التوزيع المخدرات تتوسع المناطق الحدودية تحت سيطرة ميليشيات وعصابات وخاصة نحن لدينا حدود مفتوحة مع إيران أكثر من ألف كيلومتر وبالتالي يعني مفتوحة سداح مداح لكل ما يدخل للعراق وإيران همها أن يكون الشعب العراقي مخدرا أن يكون ضعيفا غير مالك لإيرادته لكي تسيطر عليه وتتغول عليه هذا وقع الحال الحقيقة نسبة التعاطي تحدثنا عنها نسبة عالية جدا جدا في الوقت الذي يفتقر العراق إلى مراكز لمعالجة لمعالجة المدمنين يعني ليس لدينا مستشفيات متخصصة في معالجة المدمنين لدينا مراكز معينة بسيطة لا تساوي شيئا وبالتالي أعداد المدمنين أعداد المتعاطنين يكبرون مع انقلاق الحياة مع انقلاق فرص العمل مع زيادة البطالة البطالة اليوم تأكل من جرفة العراقيين الكبير ملايين العراقيين عاطنين عن عمل ملايين فقراء في معاش مليون تحت خط الفقر هذا كل العشوائيات سبع ملايين عراقي يسكنون في العشوائيات هذا كل جزء من هذا الأمن المفقود انفلات أمني كل هذا يساعد عن انتشار المخدرات على زراعته هناك مناطق هناك يعني مناطق بريعاية الميليشيات تزرع أنواع من المخدرات وتحصدها وتوزعها وصار العراق مركز من مراكز توزيع المخدرات للعالم بالتالي القضية نسب حالات العنف الآن الأسري أكثر من سبعين بالمئة من حالات العنف الأسري الآن موجودة بسبب تعاطي المخدرات نعم هو سبب اقتصادي لأنه الربع الاقتصادي قسم منها يعني سببها اقتصادي دعنا من أسباب أخلاقية أخرى لكن أسباب اقتصادية كبيرة هي الأساس وغالبيتها هؤلاء هؤلاء يرتبطون بتعاطي المخدرات يعني كثير من العنف الأسري مع الأطفال مع النساء في المستشفيات عندما يسألون يأتي جواب أن الأب أو الزوج أو الأخ يتعاطى المخدرات وبالتالي عنف أسري كبير حالات العنف الأسرية مرتبطة بانتشار المخدرات الجهود الفساد الجهود طبعا ضعيفة جدا جدا لا تساوي شيئا وبالعودة يعني إلى الأساس نقول الفساد هو أساس كل هذا لو لما يكن هناك فسادا لما كانت الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية متساحلة وفاسدة وترعى مثل هذه التجارة البغيرة وتؤذي شعبها ولولا الفساد ما كانت هناك بطالة وما كان هناك فقر وما كان هناك أذن كبير وعطالة وبطالة وعشوائيات وفلات أمني وبالتالي الفساد هو الأساس وانتشار المخدرات ليجتاح العراق وتزداد مساحته مع الأسف الشديد ولا علاجة إلا بالتخلص من هذه السلطات التي تحكم العراق بالحديد والنار وبالعقول الكسيحة وبالمكاسب فقط والشعب ليذهب إلى الجحيم هذه نظريتهم مع الأسف الشديد العراق يعني من شماله إلى جنوبه الآن مذخراً مذاخر المخدرات الحقيقة يوزع ويتاجر وطريق لمرور المخدرات مع الأسف الشديد هذا العراق جزء من انهياره هذه وهذه ربما يعني توازي الأرحاق وتساويه في حجم الأذى التي تلحقه بالعراق والعراقين مع الأسف الشديد هذا جرس انذار يعني نطلقه مثل ما يطلقه الكثيرين لعل هناك من يسمع لعل هناك من يرى ولا حل إلا في أن في أن يتخذ الشعب قراره في التخلص من كل هذا لينتهي كل ذلك هذا نتيجة وليس سبب المخدرات نتيجة وليس السبب السبب الأساسي هذه العملية السياسية وهذه الأحزاب الحاكمة للعراق وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة